عاد غبطة البطريارك الكاردنال لويس روفايل ساكو بطرياركو الكلدان في العراق والعالم إلى بغداد بعد غياب استمر ثمانية شهور ولد وصوله إلى البطرياركية الكلدانية كان في استقباله عدد من مطارنة وكهنة بغداد وجمعا من أبناء الرعية وقد عبر رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني عن ترحيبه بعودة البطريارك ساكو إلى بغداد مؤكدا حرص الحكومة على ترسيخ مبدأ التعايش والتآخي بين أطياف المجتمع العراقي مشيرا كذلك إلى الدور التاريخي للمكون المسيحي العراقي ومساهمته في بناء الدولة وتعزيز أركانها كما قام البطريارك ساكو بزيارة راهبات بنات مريم وراهبات الدومينيكان لتقديم الشكر لهن على الصلوات والدعم المعنوي الغبطته خلال الأزمة هذا وقد احتفل البطريارك لويس روفايل ساكو بخداس الشكري في كاتدرائية ماريوسف في الكارادة بمشاركة عدد من الأساقفة والأباء الكهنة وحضور الراهبات وجمع غفير من المؤمنين